أقول حاجة برحب بيك يا كريم أنا عبر فوشيا وإحنا النهاردة في إطلاق تطبيق يانجو تحيبي نهاردة ليه النهاردة لكل الحاضرين في التطبيق يانجو بقول لأن بلاتفورن مولود شكله مولود كبير جداً وأنا مبسوط كمان لأن أنا فيلمي أنا الحبيبي بيتعرض عليه دلوقتي وإن شاء الله ما تبقاش آخر الأعمال ويا رب إن شاء الله منافسة بتزيد كل ما المنصات بتزيد منصات المحترمة سواء اللي موجودة أو اللي بتتولك جديد يا وكلامنا عن أنا الحبيبي إم لسه من يومين تقريباً ياسمين الرئيس غادت أحد جايزة من الكاثوليكة أحسن مبسوطة تحيب تقول له إيه قرضي؟ حيب أقول لها طبعاً مبروك ألف ومبروك ياسمين يعني رحل الكفاح مع بعض من قامة أرض خاص وياسمين تستاهل كل خير وتستاهل الجايزة طبعاً في الفيلم وأعتقد الحمد لله إحنا عملنا شغل كويس قوي قوي في الفيلم وقبل ما إن شكوا لها تشوفوا إن شاء الله بقى على يانجو بلاي تملكش حاجة في رمضان بس أرينا أني فيه دور شرف مع أكرم حصني إيه الكلام صح والغلط أكرم حصني بابا جيه؟ أكرم أصلا أكرم صحبي جداً وإحنا يعني لما بيطلبني أو أطلبه أو أي أحمد أو شيك أو أشام كضيف شرف في مشهد أو حاجة إحنا ده موضوع يعني مش مش كبير يعني إحنا سهل بالنسبة لنا ومعنديش حاجة في رمضان عندي بعد رمضان إن شاء الله مسلسل وفيلم وقول يا رب بإذن الله حتى نعرف تفاصيلهم بقى الفيلم أكشن كوميدي اسمه ألزق عدائي تأليفي وإخراج كريم العدل وإنتاج أحمد السبكي وفيه أبطال طبعا كتير بس لسه يعني ما اتفقناش بشكل نهائي والمسلسل إخراج كريم العدل وتأليف محمود زهران وبطولتي ومفروض صبا مبارك وإنتاج الأستاذ صادق الصباح وأنور صادق الصباح وفيه ورشة كتابة برضو نادين وصماريا ترجمة نانسي قنقر